السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزاء الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر العلمي والتكنولوجي موعدنا اليوم مع الدرس الثاني في الوحدة السابعة درس المستوى المركب الجزء الثاني أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا التعرف على خواص مقياس العدد المركب ثانيا إيجاد مقياس ضرب الأعداد المركبة والآن لنتذكر معا مقياس العدد المركب حاول أن تحل سؤال نمبر 26 بيج 184 أوجد مقياس العدد المركب 1 plus 8i الحل مقياس العدد المركب 1 plus 8i هو مقياس المقدار 1 plus 8i equals الجزر التربيعي للعدد 1 power 2 plus 8 power 2 وهو يساوي الجزر التربيعي للعدد 1 plus 64 4 equals square root 65 5 ولتمثيل مقياس العدد المركب على المستوى المركب نجد أن لدينا المسافة بين النقطة أو والنقطة 1 و 8 التي تمثل العدد المركب 1 plus 8i وهو يمثل المسافة بين أو والنقطة 1 و 8 في المستوى المركب والآن مع خواص مقياس العدد المركب لاحظ أن مقياس العدد Z يساوي مقياس العدد المرافق Z bar لأنه لأي عدد مركب Z equals A plus B by يكون العدد المرافق Z bar equals A minus B I وعليه فإن مقياس العدد المرافق Z bar يساوي مقياس المقدار A minus B I وهو يساوي مقياس المقدار A plus minus B I equals الجزر التربيعي A power 2 plus negative B all power 2 وهو يساوي الجزر التربيعي A power 2 plus B power 2 equals مقياس العدد المركب Z وعليه فإن مقياس العدد المركب Z هو نفسه equals مقياس العدد المرافق Z bar وأيضا لاحظ أن مقياس العدد المركب Z equals الجزر التربيعي لحاصل ضرب العدد Z في العدد المرافق له Z bar حيث أننا نلاحظ أن عند ضرب العدد المركب Z في العدد المرافق له Z bar يكون لدينا A plus B I ضرب A minus B I وعند الضرب نجد أن A square minus B I all square والذي يساوي A power 2 minus B power 2 I power 2 وهو يساوي A power 2 plus B power 2 equals مقياس العدد المركب Z all power 2 ومنه نجد أن مقياس العدد المركب Z equals الجزر التربيعي لحاصل ضرب العدد المركب Z في العدد المرافق له Z bar والآن نلاحظ أنه لأي عددين مركبين Z1 و Z2 فإن مقياس ضرب Z1 times Z2 all power 2 equals Z1 times Z2 times Z1 times Z2 bar وهو ما يساوي Z1 times Z2 times Z1 bar times Z2 bar أي أنه يساوي أي أنه يساوي مقياس Z1 all power 2 times مقياس Z2 all power 2 فيكون الخاصية على هذا النحو مقياس مقياس ضرب Z1 times Z2 equals مقياس Z1 times Z2 وأيضا إذا كان Z2 لا يساوي 0 نضرب ونقسم على نفس القيمة على النحو التالي فيكون لدينا مقياس Z1 equals مقياس Z2 times Z1 over Z2 وهو ما يساوي مقياس Z2 times مقياس Z1 over Z2 أي أننا نحصل على مقياس Z1 over Z2 equals قسمة مقياس Z1 over مقياس Z2 والآن بعد أن استنتجنا خواص مقياس العدد المركب يمكن أن نكتبها على النحو التالي إذا كان Z1 و Z2 عددين مركبين فإن الخاصية الأولى مقياس Z1 equals مقياس Z1 bar أي أن مقياس العدد المركب يساوي مقياس العدد المرافق له الخاصية الثانية وهي Z1 times Z1 bar equals مقياس Z1 all power two أي أنه عند ضرب العدد المركب في العدد المرافق له نحصل نحصل على مقياس العدد المركب all power two الخاصية الثالثة وهي مقياس Z1 times Z2 equals مقياس Z1 times مقياس Z2 أي أنه يمكن أن نصيغ هذه الخاصية على النحو التالي مقياس حاصل ضرب عددين مركبي يساوي حاصل ضرب مقياس العدد المركب الأول في مقياس العدد المركب الثاني والآن مع الخاصية الرابعة مقياس مقياس قسمة Z1 over Z2 equals مقياس Z1 over مقياس Z2 حيث Z2 لا تساوي zero ويمكن صياغة هذه الخاصية على النحو التالي مقياس قسمة عددين بشرط أن يكون العدد في المقام لا يساوي zero يساوي قسمة مقياس العدد الأول على مقياس العدد الثاني والآن مع المثال number three page 179 أوجد المقياس لحاصل ضرب العددين three plus four I times five plus twelve I بطريقتين الحل الطريقة الأولى بتطبيق القاعدة الثالثة فيكون لدينا مقياس حاصل ضرب عددين يساوي حاصل ضرب مقياس العدد الأول times العدد الثاني وبعدها نوجد مقياس كل عدد على حدة مقياس العدد three plus four I هو الجزر التربيعي nine plus sixteen times الجزر التربيعي twenty five plus one hundred forty four equals five times thirteen equals sixty five والآن مع الطريقة الثانية حيث نقوم بتطبيق قاعدة ضرب الأعداد المركبة فإذا كان لدينا العدد المركب A plus BI times العدد المركب C plus DI فيكون الناتج على النحو التالي A times C minus B times D ويمثل الجزء الحقيقي من الناتج plus A times D plus B times C I ويمثل الجزء التخيلي من الناتج وعليه لحساب مقياس ضرب العددين المركبين 3 plus 4 I times 5 plus 12 I يكون لدينا مقياس 3 times 5 minus 4 times 12 plus 3 times 12 plus 4 times 5 I equals مقياس negative 33 plus 56 I ولحساب المقياس يكون لدينا square root of negative 33 all power 2 plus 56 power 2 وهو يساوي square root of 4 225 equals أيضا 65 وهو نفس الناتج مع الطريقة الأولى والآن أعزائي الطلاب جاء دوركم عزيزي الطالب حاول أن تحل سؤال number 3 page 183 وهو أوجد القيام التالية الفقرة A مقياس العدد المركب 3 plus I الفقرة B مقياس العدد المركب negative 5 minus 4 I الفقرة C أوجد قيمة مقياس حاصل ضرب العددين 3 plus I times negative 5 minus 4 I بطريقتين مختلفتين وكما تعودنا أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل والآن مع الفقرة A مقياس العدد المركب 3 plus I مقياس العدد المركب 3 plus I نعلم جيدا أن العدد المركب 3 plus I هو 3 plus 1 I وعليه فإن مقياس العدد المركب 3 plus I equals الجزر التربيعي للعدد 3 power 2 equals 9 plus 1 power 2 equals 1 فيكون لدينا المقياس equals square root 10 وأيضا الفقرة B مقياس العدد المركب negative 5 minus 4 I لإيجاد مقياس العدد المركب negative 5 minus 4 I نوجد الجزر التربيعي للعدد negative 5 power 2 equal 25 plus negative 4 power 2 equal 16 فيكون لدينا square root of 25 plus 16 equals square root of 41 وهو مقياس العدد المركب negative 5 minus 4 I والآن لإيجاد حل الفقرة C أوجد قيمة مقياس حاصل ضرب العددين 3 plus I times negative 5 minus 4 I بطريقتين مختلفتين والآن مع الطريقة الأولى حيث أننا لدينا مقياس ضرب العددين 3 plus I times negative 5 minus 4 I وهي تساوي مقياس العدد الأول 3 plus I times مقياس العدد الثاني negative 5 minus 4 I وعليه نقوم بإيجاد مقياس العدد الأول على حدة مضروباً في مقياس العدد الثاني فيكون لدينا square root of 9 plus 1 times square root of 25 plus 16 وهو ما يساوي square root of 10 times square root of 41 ثم نقوم بإجراء الضرب فيكون لدينا square root of 410 والآن عزيز الطالب مع الفقرة C وهي إيجاد قيمة مقياس حاصل ضرب العددين 3 plus I times negative 5 minus 4 I بطريقتين مختلفتين والآن مع الطريقة الثانية من سيذكر لي الآن ما هي الطريقة الثانية أحسنتم سنقوم بإجراء عملية ضرب للعددين المركبين في البداية عملية ضرب العددين المركبين على سبيل المثال A plus BI times C plus DI تساوي نقوم بضرب A times C minus B times D ويمثل هذا هو الجزء الحقيقي plus A times D plus B times C ويمثل هذا الجزء التخيلي فنكتب I بعده والآن بتطبيق هذه القاعدة على المقياس لدينا مقياس حاصل ضرب العددين 3 plus I times negative 5 minus 4 I فيكون يكون لدينا مقياس ونقوم بإجراء عملية الضرب 3 times negative 5 minus 1 times negative 4 plus 3 times negative 4 plus 1 times negative 5 I حيث يمثل 3 times negative 5 minus 1 times negative 4 الجزء الحقيقي من حاصل الضرب ويمثل 3 times negative 4 plus 1 times negative 5 all I الجزء التخيلي فيكون لدينا مقياس negative 11 minus 17 I وبعدها نوجد مقياس حاصل الضرب فيكون على النحو التالي square root of negative 11 all power 2 plus negative 17 all power 2 وهو يساوي square root of 121 plus 289 equals square root of 410 وهو نفس الناتج الذي حصلنا عليه في الطريقة الأولى أشكركم على حسن استماعكم وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم أعزاء الطلاب مزيد من التفوق دمتم سالمين ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي